ترجمة نانسي قنقر 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 أعرفت شي يعني صارت jakiaper نانسي أيضا تخدمober نانسي أيضا علي قنقر طبع ع sme عم عام المهمة داخل الشركة بداية كنت مع الأستاذ عبدالعزيزمسلم قدمت من جموعة من الأعمال أهمها كان الحاسسة السادسة بعدها سوينا مصاص الدماء عمل على تزفي طبعاً كنا مخرجين مع بعض بعدها أخوي شريكي الفني أنا أعتبره يعقوب عبدالله كان قال لي ويمكن صدفة يوم من الأيام قال لي خلك مع الأستاذ عزيزمسلم أتطلع أريك تتعلم يمكن أن أنا بيوم أنتج أريك تكون جاهز تخرج فذكرني أنا كنت مشافر والصيف ذكرني في الحالة تذكر يوم قلت لك شيء شيء يقول لي يلا الآن أنا جاهز وقومنا سندرلا وبعدها امتدت الأعمار كل الأعمال الفنية التي تحوشنا فيها تكون فيها بشائر في هذا العمل لمساقلنا اسمه قبل هو ما اسمه؟ اسمه فقط لأن فقط لأن هذا العمل أذكر أنا كنت معاصرك فيه كان بداية ما كنتنا في 2003 هو 2003 مع بداية حرب تحرير العراق كانوا قاعد جاهزون له حتى تأجل العرض في هذه الفترة أنت كنتم سوي عمل من قلبك يعني أذكر هذا يعني أعرفت علي العلي أكثر عرفت أنه شلون لحب فكرة براسه أو حاول يسويها أحساس كوائد عالي علي في تنفيذ العمار أنا شاركت معاك خلية جاهزة أفضل المثل أعمل تحطياتك وأنا أتشرف طبعا نحن صالف عندك مخرج واليوم برنامجنا تمثيلي وكلنا ندري إحنا بس الجمهور ما يدري علي العلي من بعد كم سنة ما أمثل؟ يمكن أثنين وعشرين سنة بالمجال بعد أثنين تبطل النل ايه بعد تسعة عشر سنة كيف أن اقتنع أبو عادي؟ والله ما كانت تشذيوية اللي ما كان مقتنع فيه على مدى هذه ما يقارب لعشرين عام سبع دقائق نقاش الوالد كان رافض تمثيل ايه كان فيه صديق الوالد العم أبو محمد عبد الحميد المسوي قاعد ويانا وقلت لعمي شوي ومني ومناك واقتنع الوالد ماذا شئتبه؟ قبلها انا كنت بسوي تجربة بينان الفريج طرعت مثلت في مشهد شديد طيب كان طيب مشهد كاركتر سيد عبد العزيز المسلم كنت مخرج عن الفريج؟ لا موارع كان علي وحيدي علي وحيدي مؤيم كنت المخرج موناء وكانت تجربة جميلة وقفت في عمالقة الفن الكويتين فنان علي المفيد راح متلى عليه العم بخالد إبراهيم الصلاة راح يطوله بعمره اذكر هالمشهد كنت بالبوق تتمثل في الحال لا تباعد يصور بيديو ولكن وقت البلوتون والآن بس من تلفزيون أو من مصر لا إن شاء الله ممكن تشوفوني في هذا الموسم بعد حشودي قبل الموسم خلال نحرق الناس أريدك تمثل اليوم وكونك مخرج عندنا هذه الطاقة التمثيلية أكثر من قوتنا نفسها مهم نشوف هذا الشيء بالمشهد جاهز تمثل بالمشهد التمثيلي مع زميلي وعزيزي علي لعني المسلحية المدرسية الاجتماعية الكوميديية الهادفة هديقة السعادة الله يقطعها من عادة بطولة علي العلي علي العلي شاب في مختبر العمر قبل نصف إن شاء الله في بداية الأربعين مختبر العمر أي مختبر؟ مخلص الأمر يحب القراءة في هدائق العامة وهو ممتسم من شكع يقرأ كتاب قوة الأفكار الصغيرة مستمتع عني أبي رأيك بالكتاب ممتاز لا تقول لي الله أقول يا أخي والله هلا أيام أنك تلقى كتاب جيد هذي بحد ذاتها نعمة شان يرزق فيه الألمين ويبي يطلب الكتاب مو جريدة صوتها يبدأ يلا بالتليمون لا تشد بتليفون مطبخ هذا مو موبايل بس والله عذبك أليه بيقرأ عشان يسفل فيه بيقرأ أليه أليه بيقرأ عشان يسفل فيه يقول لي بس بس بنقرأ عقرأ هذا كتاب يقرون يقرون بسمح صوت مخي ولا صوتك خلاص كان تنزق المسعدة حين لا لا شنو هذا شنو زينة زينة بس مهني زينة هذه حديقة ورد ناس شم ورد هنا تشوف لون أخبر ما تشمع غاني روح يشمع هناك علي عصب كان يوقف كان يسفل فيهم شوفوا تصيرون أوادم الحين تروحون هذي هناك في كراسي وهناك في كراسي ولا بل أنا خيركم الحين كان يوقفون يمه كان يلزقون فيه لا احنا نقول نتفاهم أنا إنسان متقف على خلق يعني وأكيد أنا ما راح أغلط عليكم يعني هدوه مشو يا حلو التفاهم بعد ما قاعد عني له صفن كان يقول حق الجمهور زينكم تحملتم جاهدة أفضل مثل مغرج أول خامس ثم عشر علي العلي علي ما كتر عندك من هذه الحديدة؟ والله عندك عندك ها؟ إخراج ها؟ لأ عندي إخراج معروف حلوة الحديدة منافسة شرسة وشريفة وحلوة وخصوصة مع ربع حلوين مثلك يا حبيبك دنيا حلوة متابعين معكم حلقة مع علي العلي حياتك شون علي تمثيل التجربة؟ اوه لا نايس نايس تحسن انك ده شيء متأخر يعني تلوم أهلك من دخلوك متأخر ولا تحسن ان الوقت زين وقدر تعطيلها جداً؟ لا أحسن بوقتها يتب وقتها وقدر تعطيلها جداً؟ وانك انت تكون طبعاً بعد تجارب نرجع له أحسن وانك تكون داش في سكة التمثيل اي 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 بس انا خايف نوف قد لمغرج لا لا موجود موجود بالمسرح موجود علي الانتاج الحين صار اغلب الفنانين فمقرجين او مبثلين يحاولون ان ينتجون يحاولون ان ينتجون لهم عمال الانتاجهم كيف تتجربة انتاج المسرح؟ لتجربتين كانوا؟ قصة حب وقصة ابنية قصة حب كانت مسرح الدسمة مسرح الدسمة شاركت معك اي شاركت بالعرض الأخير عرض الأخير وكان نوع المسرحية غريب اي وأكاديمي كان؟ هو عمل حاز على سبع جوائز في مهرجان الأخرافي لبداع المسرحي كوته وقدمناه للجمهور مع اضافة لغاني وبلاك الكوميدي وهذا وكان عمل يعني كان الرهان فيه ان الجمهور لا يقعد بدون الفيه كان الفصل الثاني كامل يمكن تذكر ما فيه ولا الفيه تقضي الابرة بالصالة تسمع صوتها من كثر الاندماج والحالة الجمهور يريد عمل جيد يريد عمل متقن ويمكن بتعندك بتجاربك بعد وكان حديث لويس يعني يدين عليك والعمل الانتاج الثاني الانتاج الثاني كان عمل طفل أصدقنين كان هند بلوشي ومي بلوشي وياها مجموعة حلوة من الشباب منصور بلوشي ومجموعة هم عبد الرحمة المساوي وليه جدا مفكر تهمل بالانتاج عبدالله بدر هم ممثل ايه كان في العدان أمشاري مجيب وين كان العدان كان في العدان وبعدين رح نشامل وهذا رح تتكرس بتجربة التجربة ان شاء الله بس شوية في أمور لها ولوية بس لنتاج يعني عندي عمل واي ضخم رح يغير يعني رح يكون توجه يديد في المسرح الخليجي موقع بالغ بس ناظر أشوف يعني الظروف تتكيف صح بس وان شاء الله بس وان شاء الله وان شاء الله بس وان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم ماذا تتعاد؟ ايه تقنيات تقنيات الدخان حال علي علي بكتبة و بنك المعلومات لا تراهن فحي انا خاف اسألك والله انت علي من الناس المثقفين اللي يبعثون يقلون فانا متوهك متوهك اخاف اسأل انا متوهك لا تتوهك ماذا هذا؟ هادي مدينة صحيح هادي لك في حال جوابني على السؤال حلو بس لك جواب واحد بس جواب واحد جواب واحد لا تتشاير اللي تقول 12 جواب هو واحد فكر لين تقوله صح صحيح كل الكلام؟ جاهز؟ افكر لين اقوله صح عندك عشر ثوار ايه ايه مزين عردة مسرحيات باي باي لندن في سنة واحد ثماني ممتاز وقامت في دور السميرة الفنان الراحلة انصار الشراح حسين السؤال يقوله من كانت المرشحة الاولى قبل الفنان انصار الشراح لدور سميرة في باي باي لندن صارت فيه؟ رحم الله براه نحرف قدراً أفسر عشراً نسعة نمانية سبعة ستة حمسة أول حسين ممتاز واحد ما قلت؟ هدى حسين مبروك علي المدينان مبروك علي المدينان قلت لكم راح أصيدني صادم آخر مهدوان يا الله كنت يائس بس الفكرة يا الله شا سوي الحين انا امي الدينار راحت علي انتاج الليلة علي يعني فست علي عورت قلبي وثان قاد ارقص قادم ينحطك أخيراً ينحطك كثيراً سويت أبيدي؟ حاضري ما قلتك الجول؟ والله عرفة عرفة؟ عرفة عرفة أرني كنت ناسي أميليميديو حاطيه تان و الله ما حسناً فكرني لانت كام واحد فاس بالمية كام واحد فاس بالمية ما أعني نادر يقلني عندنا على أصابي أيني وحدة ما زين استخبر الله هلالي مرحب بسم الله منواضح؟ لاني مرحب هلالي مرحب هلالي مرحب هلالي شكسبر هلالي شكسبر راسم ودبحه وعلى ما عصيدنا يرضيك مقرج؟ أميات قلت توزح يرضيكم؟ لا لا بحطها هني طول الحرقة و السلبي خسرانين اخذ المية تعالي المية تعالي المية غفيتني لا نحن تجمعها و لا نحن تجمعها و لا نحن تجمعها و إذا تم مليا أمثل سأضع الملك ألف و أمية المية عندها وقت على العقل ماذا تقول ماذا؟ لف بشر يبين أمية هلالي سلبي تعالي يا غلطة عمري شكراً للصفقة لماذا رأيك شئناً هلالي شكراً و الجواب يقول هودا حسين هي المرشح الأولى لدور ساميرا التي قامت فيه الفنان الراحلة انصار الشراح في مسرحية باي باي لندن سنة 81 جاهز لمشهد الارتجال؟ جاهز يقول للمخرج ومثل علي يابونا فريغ الإخلاة جاهز؟ جاهز مشهد الارتجال معه علي لعل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ما حسين؟ ترجمة نانسي قنقر المركز ترجمة نانسي من قنقر خطران! شعرات الضرخ! خلاص! هذا تفرني! ماذا جاء بني؟ قال لي مخرج مسرحي، وهي تلفزيوني أستاذ؟ مسرحي؟ تبوني؟ مخرج مسرحي، وهذا عطيل ممثل وأنا مساعدة لمخرج أنا مساعدة مخرج صدر 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 تعالي أبوه؟ قالك تعالي! وقفناك؟ وقفناك أساعدك، إلي تبي معلق مباراة، إنت إلي تبي روح هناك روح هناك، إيه عدل، حلو أستاذ حلو شغلك ما نمرشح هذا أساعدك، أنا أساعدك روح هناك بحزن وأسا مع بعض بالأخير تضحك ما هذا؟ هندام ما قلت لأستاذ؟ قالت لأ ктоه لأسلموع معي، إنها توجد وقفنا روح أشهر ولو أجد لك، حلو حاجته خلو، حلو أ prank يلا بقش ي Mingfe يا بسكت أكترا أكثر من الممثل سأقول يا بسكت أمك حاضر، شكت سكت resilience دائما criança هذا الراحر كلمع سكر إلى غ pilot وليس بذلك كلمة أنا أصف، أدى ح konkret كلز سامحني حفيفي، سامحني بهذا اللع Warrent دعوة أمي هذي دعوة أمي أنا آسف أستاذ أني أحرجتك حبيبي أنا أتعلم منك حبيبي أنا أعطي فرص مشكور يالله عيد مرة ثانية آسف أضايقتك أنا بسرعة أتعلم ترفيني قلب أنا أنا عندي قايدة التكرار يعلم الشطار سعني اللي أنت قلت لها الشطار أمي شكرا أسمع كلام أستاذك المغرج كبير مو مصندق إني ملاكك مصندق إني مضارك مصندق أستاذ أسمع كلام أستاذك أسمع كلام أستاذك أسمع كلام أسمع كلام مغرج روح مغرج الماء أبيك تمشي هناك بحزن وأسه ولا تسوي مثل هذا يلا روح يلا مثل مثل يا لغبي أشكت أشكت أنا ودي أكون أنا تلميذك أستاذ تلميذك أستاذ أنا ودي أكون تلميذك وأشكت وأنت اللي تسولف على تلميذك وإن شاء الله بأسر بأشتري كابو نظارة أنت تسوي المشهد أنت تسوي المشهد أتوقف بالأسية وأسه وحزاين تدري أنت كيف تسوي أسه وروح علي هذا القصب كواك الله أشكت 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 يلا أسه ليس أشكت لا اشكت أشكت لو أشكت أنا أقول مرحباً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة